الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعفد وإياك نستعين إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعنت عليهم غير المغطوب عليهم ولا الضالين آمين فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضل الله فلم تجد لهم سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فاخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصنون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصر صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن يعتزلوكم فلم يرقوا عيديهم فإن يعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما عدوا إلى الفتنة وركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ولمقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فاخذوهم وقتلوهم حيث ثقبتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا الله أكبر سمع الله من حمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر 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 من رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله وكان الله عليما حكيما الله أكبر ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وأضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبترون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غيره للضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فاضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكل يوعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما الله أكبر سمع الله لمن حلم الله أكبر الله أكبر سمع 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 الله أكبر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم 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 غير المطلوب عليهم ولا الطالين وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فارتقوا طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم والتأف طائفة طبال يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ودى الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم بيلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم من مطر أو كنتم مرضاء تضعوا أسلحتكم واخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله غياما وقعودا على جنوبكم فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تينعوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما الله أكبر سمع الله لمن حميدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله